سعر سؤال يقول لدينا اختلاف واختقاف مع البكرية ويستشكروه علينا دائماً بأننا مشركون واستشهد من قصة أمر الله حسب وجل إبليس بالسجود لآدم فاستكبر ربعاً أن يفضل وذلك لاستشكالي على الله بأن هناك عدم حكم من الله بأنه يسكد بهذا المخلوق وهو أفضل منه فيقول هل البكرية يتعاملون معنا بمنطق تبليس بإشكالهم علينا بحب هذا البيت وتقديرهم 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 فهل هو نفس منطق تبليس اللي يستشكله على الله فهم يستشكلون علينا بحبنا وهال البيت السلام الله عليكم نعم هم يتكلمون في منطق إبليس وياريت أقدر أطلع له الآن ما متأكد أنه أقدر في هذه العجالة أن أطلع له كلام لك حبي علمائهم يعتبر الإبليس سيد الموحدين لأنه الوحيد الذي أفضه أن لا يسجد إلا لله أنا موحد يعني إبليس كان وخابعته خوش وخابعته ما يفعل أبدا يخلي وسيط بينه وبين الله ما يفعل ما يفعله وسيط بينه وبين الله تعالى قال الله عز وجل أسجد لآدم ما قبل يؤمنه آدم أنا أسجد لك لك صحيح أنا موحد أما أسجد لبشر لمخلوق مثلي ليش أسجد ليش أسجد لبشر فأكر قول لطيف لأحد علمائهم راب القول فيه أنه إبليس سيد الموحدين نعم الطول بن حجر العسطلاني يذكره في لسان الميزان الجزء الأول الصفحة 294 عن أبي الفتوح الغزالي الشافعي سيد من علماء الشرافع أو الشافعي يقول إن إبليس سيد الموحدين من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق لأنه أمر أن يسجد لغير سيده فأباه تعلموا من إبليس إماركم إبليس ترجمة نانسي قنقر